جاء بعده العالم ارنست ستارلينج عمل ايه كان بيدرس المكرياس لان البنكرياس بيفرز عصارته الهاضمة اول ما الطعام يوصل فيه للاثنى عشر طيب ايه اللي عرب البنكرياس ان الطعام وصل اصلا للاثنى عشر عشان يفرز عصارته الهاضمة الاجابة اللي معظم الناس عارفنا ان البنكرياس مثلا هيجيله سيال عصبي من المخ مثلا فها ينبهوا ان الاكل وصل للاثنى عشر فهيفرز عصارته الهاضمة عشان تبدأ عملية الهاضمة فعمل قطع جميع الاتصال العصبي بالبنكرياس لهو فعلا اتصال عصبي من المخ أو سيال عصبي من المخ فمعنى كده أننا لما قطع جميع الاتصالات العصبية البنكرياس هتوقف عن شغله لكن المفاجأة أن البنكرياس متوقفش عن شغله وفعلا استمر في أنه يفرز عصارته بشكل طبيعي جدا وتوصل عصارته للإثنى عشر ده معناه أن رسائل اللي وصلت للبنكرياس أو المنبه اللي وصل للبنكرياس مش منبه عصب إنما هو منبه كيميائي أو رسائل كيميائي الرسائل كيميائي دي سمها باسم الهرمونات دي لفظ يوناني معناه المواد المشروفة